اشتركوا في القناة الخيرة على النادي الاهل ان شاء الله. ان شاء الله كمان كابتن احمد حسن استكوزة واحشني وبرحة بيك. انت واحشنا اكتر يا كابتن وانا سعيد ان انت خلتنا اشوف كابتن رضا لان انا فعلا بقى لفترة ما شفتوش. فترة طويل. انت اعتقدب بقى من البداية بقى ولا اعتقدب. بقى سعيد. والله زي ما انا قلت من شوية احسن حاجة في البرنامج. في لك زمال عشرة عمر. احيانا كل واحد ببقى مشغول شوية يا رضا. طبعا. ولكن ما بيننا محبة وبطولات واسعدته الجماهير. في ناس تتكلم عن فكرة كمان النجم الاوحد ويتسمى الجيل باسم لعب او اتنين او تلاتة او اربعة. انا ما بحبش دلن العمل الجماعي. في عمل محترمين. في جهاز طبي. في كل لعيبة. كل واحد حاول على قد ما يقدر عشان يسعد الجماهير. فعشان كده انتم الناس المحترمة. ما كانش فيه اي مشكلة وانتم موجودين في النادي الاهل. يعني حاطوا بطولات. حتى لما بتلعبش وتعملش اي ومشكلة. فعشان كده انا ببقى سعيد والانتمى للنادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي. يبقوا موجودين معايا ومرة تانية يا رضا برحب بيكم. وده بيتكم وبيت كل الاهلوات. اه طبعا. كبيب يا شادي انا عايز اعلق على كلامك ان احنا اه في النادي الاهلي اه الناس بتعتمد في النادي الاهلي ان يتكلم دايما ان احنا لازم تبقى واخد وقت طويل او في النادي الاهلي عشر سنين او عشرين سنة عشان تبقى اه ابن النادي يعني. احنا تعلمنا في النادي الاه غير كده خالص. اه ان انا يوم حطيت رجلي في نادي الاهلي انا بقيت ابن نادي الاهلي. الموضوع مختلف. هم الناس مش قادرة تفهم دي او مش قادرة توصل لدي. ان الفاكرين ان بالوقت او بالعمر. لا هو الموضوع بالن انا بقيت موجود. ولابس تي شيرت النادي الاهلي فانا قريدي خلاص انا بقيت ابن النادي. وبقيت حد اه منتمل النادي وفي ظهر النادي. سانيا تكملة لكلامك احنا لعبة جماعية. انا مش لعبة فردية. لما نجي نتكلم على الكرة فحاجة اسمها لعبة جماعية. في حداشر لعيب في الملعب فحداشر لعيب فيهم كل واحد ليه دور. ما اضالش اقول ان شادي محمد هو الفقط في النادي الاهلي. طب. ما ينفعش. في ابو تريكا في احمد حسن في محمد شوقي في حسام عشور. عشان ما في بركات في اسلام الشاطر في عناصر كترة جدا. ام. لو دول مش موجودين فهيبقى شادي مش موجود. صح. يعني احنا بنتكلم في لعبة جماعية ما فحش اتكلم في جيل الاخصف لعيب او الاخصف بطولة واحدة. كل اللعيبة اللي دخلت النادي الاهلي خادت بطولات. ايا ان كان حجم البطولات فانت اصرت في تاريخ النادي الاهلي ببطولة واحدة. انا بتكلم على حاجة فردية. كل واحد دخل النادي الاهلي خاد بطولة على الاقل. فاللي خاد بطولة ده هو ساهم في تاريخ طويل اول النادي الاهلي. فده حاجات مهمة جدا. وده بتكملة لكلامك ان احنا نتكلم على الحاجات الجماعية والحاجات اللي بتميز النادي الأهلي الروح في النادي الأهلي موجودة عشان الحاجة الجماعية لو في حاجات فردية حالات فردية كتيرة في النادي الأهلي عمر النادي الأهلي ما كان يوصل للنادي الأهلي اللي هو موجود النهاردة ولا هيوصل للحالة اللي هو اللي احنا بنتكلم عليها بنوصل في الديئة تسعين والمنافسة والقوة والحمس والحاجات دي بقت بتيجي بالله عشان احنا مميزين والإخلاص بتاعنا جماعي مش فردي فاحنا بنوضح الأمور دي بس عشان الناس تبقى فهمة هو نادي الأهل ازاي بقى كده صح ما عايزة كلمك استكوزة تكمل الكلام رضا عشان الناس برضو تبقى فهمة كلامه اللي قاله يعني مثلا كل العيب النادي الأهل دايما بيدور على العناصر المتميزة انت دخلت اللي بيدخل النادي الأهل بيدخل بسرعة لما جي أكلمك عن لعبة جنوب أفريكي الجديد النقر بيحرز هدفين وبعد الهدف اللعبة بتلتف حواليه كأنه في النادي الأهل بقى له ثلاثة أربعة شهور لسه مع أنه بقى له ما فيش معداش العدد الليام الموجودة تعدى على صابع الإيد حصل معكو كده وأنا متذكر جدا من البداية حتى متذكر لك كذا موقف في قد الليبس انت كنت كاشي شوية كده في البداية وبعد كده هزار وضحك من تاني يوم على طول ده مش موجود فعلا في أي حتة تاني أنا فاكر أول مرة راحت فيها النادي الأهلي كان الموضوع بالنسبالي أنا طبعا جاي من نادي شرقية الدخان فكان الموضوع بالنسبالي كانت النقلة كبيرة فأنا كان صديق الشخصي ليه يا أمير عبد حميد فأنا اتصلت بأمير وقلت له أنا عايز أروح معاك وقلت له تعالى أنا عايز أروح معاك فقال لي طب التمرين بكرة الساعة تسعة وكده فقلت له كيه خلاص ماشي هو كان المفروض أنه هو ساكن جنبي يعني فروحت مع النادي فدخلت طبعا كانت الصفقة دي كانت معمولة المفروض في نهاية الموسم ما كانش لسه الأسفقات أعلنته كده كانت تسا الموضوع كان ما كانش معروف يعني فأنا لما روحت ما كنتش معروف فأنا دخلت مع أمير فما حدش عارف مين ده فدخلت فقعدت فما يعني المتخيل متخيل أنه هو واحد جاي مع أمير واحد صاحب أمير كده فدخلت قعدت جوا فرح دخلت عم حارس فجي عم حارس فعم حارس طبعا جاي تعرف من الأمير آه ده كابتن أحمد فالمفروض أن كله يعرف أن الكابتن أحمد فالناس جادة خلت عليك سلمت عليها بمطار الاحترام جي كابتن هادي خشبه وكان مفجود كابتن خالد بيبو طبعا دي كانت أسماء كبيرة دخول كان سهل أوي التاني تمرين يعني أنا في أول تمرين أنا كنت حاسس بالموضوع الموضوع كان كبير أوي عليك خد طبعا يعني كانت النقلة كانت بالنسبة لي كانت النقلة كبيرة لكن تواجد النجوم والاحتضان اللي بيحصل جواه النادي الأهلي ودايما بيحسسك أنك أنت مش جاي لعيب صغير جاي النادي الأهلي قد ما أنت جاي إضافة للنادي الأهلي أو جاي إضافة ليك دور معين أكيد بدل تم اختيارك فأنت لعب تصلح للعب في النادي الأهلي فاندماجك جواه الفرقة بيبقى سهل جدا يعني طيب مريدة عايزة أتكلم معك برضو يعني قبل ما أدخل في كلام في الكورة عشان الناس تفهم أمور كتير جدا مثلا دايما بقول اللاعب الكبير بيظهر في المتشاطة الكبيرة أنت أورادي نادي الأهلي المطالب اللي أنت تكسب طول الوقت ودي الثقافة اللي أنت اللعيب خلي بالك هو الضغط بيجي من إيه اللي أنت ثقافة الفوس فقط لغي التعادل مكسوف تمشي جواه النادي أساسا قبل الشارع فرضا شحاتة في مبارات نادي الزمالك وهو جاي من منصورة بلعب منتخبات ومعروف اللي هو لعب متميز جدا وجاي لعب مصر وإحنا كلنا كمان عارفين اللي هو دا اللاعب واحد جدا وعايفيد الفريق في المتشاطة الكبيرة وأحرزك لهدف الزمالك فرق معاك بشكل كبير جدا اهو يا كبير فرق معاك انت فوسر برضي بص شادي الفكرة كلها في الاحتكاك أنا أنا جاي نادي أنا بحلم طول عمري أنا والدي وأنا أهلوية من الأساس أنا والدي كان بيحضر مبارات في النادي الأهلي بيبات قبلها بيوم بيجي من المنصورة يبات ويقعد اتفرج يعني عشان يقعد في الستاد بيبات فأنا عندي نادي الأهلي فتخيل بقى أنت بيت موجود بقيت طرف مهم الطرف المهم عمل ليه يا ردو لما عارف لأنت رحت نادي الأهلي لا هو والدي من هو كان لعيب كرة يعني ما لعيبش في أندية بس كان لعيب كرة شاط فهو كان شايف دائما أننا أعلم أنت رايح نادي يعني نادي الأهلي ليه ليه اختارك وطوله لأ يعني الناس هم مختاروني شايفينه اللعيب كويس لأهو كانش مختارة عقوبة نصيبة آه والله فبيقول لي لأ أنت يعني لأ النادي الأهلي أعرف اللي هو مش مصدق ما كانش مصدق ولا تكلم بجد لا لا بتكلم بجد ما كانش مصدق أننا لعيب في النادي الأهلي أنا والدي في الهدف ده أنا والدي في الهدف ده أنا مش عايز أقولك هو حالته كان تعالى إزاي لأ كان في المنصورة بس مش مصدق أنا أول لقاء لي أهل وزمالك مئة ألف متفرجة يعني الدنيا صعبة جدا السن صغير بشارك يعتبر من أول مباريات الرسمية بتاعت ده ده تشارك كنت بلعب مباريات ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة فده حاجات بدأت تركبني بقى اللخاء فاللخاء ده مهم جدا بالنسبة لي وطبعا استكوزة بالتريع على الهدف لأنه هو شايف أن يتضجل حولي الهدف بس هو بيقطع عليك عشان هو جاب أهداف عالمية برده هو ممكن يكون إعلاميا للأمانة تظلم شوية بس والله جاب أهداف عالمية جاب أهداف جمده جيب بس ما جابش في الستة واحد عايز أقول لك حاجة كيف ساعة لأ ما طبعا التبقى هتكارنه بيك لا 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 أنا عايز أقول لك حاجة عشان هو بس أن هو مشكلة آآ رضا أن هو بيعيرني بالأهداف دي هو بيقول لي إيه بقى معلش هكيف نقول لي ثقافة تانية والثقافة دي اللي هو الخلاقة الإعلام بقى آآ أن مش لازم تتعزم وتشوت من نص الملعب أو تجيب جم من آخر الدنيا عشان خاطر يبقى الجم الموضوع بسيط قوي هو الجم عمل إيه أنت هو وصل لك أن هو يعني بينسب أن الجوم بتاع ستة واحد يعني حدث يعني الجوم اللي أنا جبته في البداية كان يعتبر يعني هو سبب في أن يحصل ستة واحد أنت بالنسبة لأهدافك وبتتعزم وبتزق وتشوت من آخر الدنيا آآ جوم جميل بس عملك في نايتك بتاعه أنا وعزها لا بمؤسر أكيد برضا يعني ما تنزلش جونك تحت اوى كده اللي هو جاي مش هاديك فرصة أوه مش عادي أنا عارف أنا عارف أنا عارف والله أنا حاسس ريدا عايز أسألك عشان اللاعبة اللي موجودة وبتشارك مع النادي الأهل في البعض منها عندهم خبرات كبيرة جدا في أفريقيا وحق بتولة أفريقيا والبعض لسه عا بيبني آآ تموح مع جماهير النادي الأهل انت حققت بطولة أفريقيا ولعبت في سان داونز وكايزر تشيفز في السوبر الأفريق لما بتحقق بطولة أفريقيا إيه اللي اختلاف عن الدوري والكاس؟ لا موضوع تاني خالص بتتكلم في يعني لما نتكلم في دوري غير لما تتكلم في بطولة أفريقيا غير لما تتكلم في بطولة أندية بتاعة العالم المقاييس هنا غير هنا غير هنا والأحلام بتختلف انت كل طموحك كنادي أهلي أنا عايز ألعب بطولة العالم الأنداية تاني هو ده الهدف الأساسي الناس نفسها توصل هناك كده الناس عايزة البطولة دي يعني أفريقيا هي حلقة وصلة له هناك كده وده اللي ميز نادي الأهلي في الجيل اللي هو الفترة بتاعتكم اللي وصلنا فيها مرتين وأنت جبت بطولة أفريقيا ده أنا بكلم عن الجيل ده للعب الكاس عالم الأندية ده الجيل اللي لعب فالناس بقى التموح عليه قوي فالنهاردة بقى التموح لما بيعلى فعلى حسب أهمية البطولة بطولة محلية غير أفريقيا غير عالمية يعني بطولة أفريقيا غير كاس عالم فهنا المقييس هنا بتختلف والطموح بيختلف المشكلة حاليا في النادي الأهلي الضغط اللي موجود إن البطولة بقى لها كتير مش معانا وإحنا تعودنا نهية طول الوقت بقت معانا فلما بتجي بتتأخر شوية فبتقلق زي دوري في وقت ملاوات الدوري معانا على طول ففجأة دوري بعد سنتين أو تلاتة كمان أكد على كلامك الجيل اللي طالع كله شاف اللي انت بتكسب بزرط ما شافش اللي انت ما بتاخدش بتلوة أفريقيا مش قادر يستوعب الإحلال والتجديد اللي ده دي طبيعي سنة الحياة بزرط بتكسب بتكسب كتير وتتربع على عرش الكرة الأفريقية وبتحدث في تيمك لأنه خرج مجموعة كبيرة عندها إنجازات وأسماء كبيرة جدا وبدخلت مكانها الناس تانية وبتبني تيم ده وجهة نظري اللي أنا بقوله إنت بتبني التيم ده إحنا تعودنا في نادي الأهلي حتى وإنت بتبني ما ينفعش بتاخدش بطوله إحنا يعني أفاهم قصدي يعني طول ومد أنا ببني بس ما ينفعش إن أنا أفوت حاجة يعني ما ينفعش إحنا في وقت من الأوقات بنتكلم إن في نادي الأهلي كان في فترة تعصر في البطولات كل سنة بناخد بطولة على الأهلي ده الوقت اللي فيه مشكلة في نادي الأهلي فإحنا تعودنا على كده وأنا ببني لازي بيبقى معي حاجة ما ينفعش اطلع فاضي خالص كده ما ينفعش ما تعودناش على ده لا الجمهور يتعود ولا احنا تعودنا عليه الحالة دي مش موجود فانما تجي تحصل اي دروب او يحصل اي مشكلة بقت فيه مشكلة تانية الموضوع كبر في حاجة تانية ان الجيل دلوقت مظلوم ليه لان هو جيب على الجيل كان بياخد كل حاجة فبقى مطلوب منه ان هو على الاقل هياخد ستين سبعين فلمان من البطولات بيقرر بطولة وياخد تلاتة وانت بتتكلم استكوز اصابنا وراح يبص على اليابان اهو بس كنا قاعد كنا عند سادة السفيرة استكوزة بقى بتاعتك انت لازم تعلق على الحاجات لا وانت بوشادي انا مش شايف او بعمل ايه مش شايف ده كل عوية الزكريات دي ما تتنسيش ابدا ولا عند اللعيبة ولا عند اللعيبة ده عند جمهور اهم جمهور يفتكر الحاجات دي اكتر منك العيب عشان كده دايما الحدث بيبقى الضغط اللي موجود ده موجود من حب الناس لينا يعني انا شايفك متقلق فباقول لك الحاجة هو طب الى السحيد اللي ورطني في المواضع ده استكوزة انت حاعت بتقول افريقيا اه مرتين اه اه قولي المتشاط كده خمسة وستة والصفاكس والتاني كان الفين وخمسة والفين وستة اه اه بالفين ويبقى انت حضرت رادس بتقول بتاعت ماتش الصفاكس واحدة من اهم المباراة في التاريخ النادي ده اه طبعا انا حضرت المباراة دي بس انا ما كنتش مشارك في المباراة بس كنت موجود لعبت بعض المباراة في البطولة اه طبعا لعبت ماتشاط بس الماتش دهت يعني انا سعيد ان انا عشت الاجواء بتاعته طبعا المباراة كانت اللي كان بيحصل في الملعب ده ما كانش طبيعي اه احسان انت اخدت دوري وكاس وبطولة افريقيا احساس وبطولة افريقيا افريقيا وتالت عالم في الكاس العالم الدين لا ده انت عملت خميرة جمدة اه اه لا 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 انا مسهل انا تلات سنين ركزت فيه بص قبل ما اتكلم في حاجة انا مستغربك لنهار ده خاص مش دي شخصيتك خالص عشان رضا عشان رضا قاعد برضو مديره لازم يبقى ليحترامه طبعا فأنا بديله الحتة دي حبيب لكن طبعا أنا كان الحمد لله أنا كنت من العبة المحظوظة أن أنا كنت متواجد في الثلاث سنين دي الثلاث سنين دي يعتبر من أفضل الثلاث سنين اللي هو في تاريخ نادي الأهلي تقريبا الفترة دي في البطولات تقريبا في الثلاث سنين دي ما راح شغركاس مصر في أول سيزون تقريبا هي كان أول سنة بس دراح كاس مصر بعد كنا ما راحتش بطولة تاني خدنا كل البطولات خمس بطولة بطولة سنة فيهم سنة فنشنا كل حاجة بلاب كمان أسابيع ودنا أجازة بالزبط كده فالأحداث فيها كانت كتير والبطولات كانت كتير والأوقات اللي هي كانت متزعة دلوقتي تي كانت كتير كان في اليابان طبعا كان الجو مختلف جدا كانت الدنيا هادية طبعا ما كانش فيه حتة الضغط النفسي قوي يعني ما كانش فيه حتة حد بيهزر أو حد بيهرج لأنه كانت النتائج دائما بتتكلم فما كانش فيه حتة ضغطة أو حتة انت بتعمل ايه أو كده لأنه كنت انت المفروض ان انت بتعمل عليك انت بطولات تاخد مطشاط احنا كان الأداء في الفترة دي كان أداء كنا محققين أرقام في عدد المباريات في المكاسب في الدوري وفي أفريقيا فطبعا كانت الشبه الأجواء كانت ثلاث سنين كان جاوه كله احتفاليات يعني احنا كنا عايشين الجاوه كله كان بالمنظر يعني هم جايبين جزء قليل يعني كان فيه حاجات كتير الحمد لله أنا ما جاتش الحمد لله أنا ما جاتش بالرضا بتكلم ان الفترة دي ما كانش فيها بضغط يعني عارف انا بكسب كل حاجة فانا ما تغط من ايه الامور بالنسبة لنا كانت هادية جدا لا، انا عايز اسألك حاجة عشان مش هفاودي انا يعني امركز معك قوان او من شوية بيقول لك انا مش act fuckin Brew عشان انت المدير انت مديره وفي الشغلة أولا لا لا اما ليه قواني لاما انا مش هفاوت انا عايز افهم لا مش كده والله اما ليه لاما في الشغلة عشان انا في الدجلى هناك ففيشغالين في ودي دجلى انت مديره هنا لا مدير في حتة تانية اهان هو مدير في حتة تانية بجده والله اه بيحبي دايما ينكوشنك انا احنا عارف بعد ما خرجنا مكورة كده فيها بقى فيها حاجات غريبة علينا عارف هتحس ان انت كبيرت المدير ايه مدير دي بالنسبة لنا حاجات غريبة بي طبعا بقيت الامور بقيت بالنسبة لان انت شاف اللي بقيت قاعد بتكلم ازاي انا مش كده لا انا عارف ان انت كده خلاص انا على فكرة انا دايما بقول قناة الاهل يا بيتنا نقول اللي احنا عاوزينه بس بحدود طبعا المسموح بيها لكن مش اوي كده لان انها عارف اه وانا تراحت اتا تانيا انا مش هسيبك كده فحدود المسموح خليني كان الاهل عنده مباراة مهمة امام الترجي شايف المباراة زي انا شايف ان المباراة الصعبة في نادي الاهلي انا ما بحتاجش اتكلم فيها كتير انا وجهة نظري طول عمر في تاريخي نادي الاهلي كله دايما المباراة الصعبة من وجهة نظري ما بتحتاجش شغل كتير قوي بتبقى شغلها قليل لان انت اوتوماتيك دخلت في حتة تانية خلص انا كالعيب سخافة العيب في النادي لهلي ان هو بيدخل مربع ان المربع ده ان المباراة حسب اهمية المباراة والمباراة مهمة جدا محدش عنده شك في ده فالجهاز الفني والمهور والناس كلها ما بتحتاجش ان انا احمس ولا محتاج ان انت تشتغل زيادة على حاجات معينة عشان هو خلاص واخد على فكرة ده 20% من كلامك في النقطة دي مانويل جوزي بصبت لا بحبش الكلام الكتير قبل المباراة المهمة كلامك كتير مزاكي في الكلام ده لا ما تضغطش لان هو اصلا مضغوط فانت لجيت النهار ده عملت ضغط تاني ان انا لازم اكسب كمدير فني او ادارة او ايا كان الحافز جاي منين فهيبقى حاجة عكسية فالتوقيت ده انت كزكاء بقى مننا كلنا كاهلوية بتكلم عن الجمهور بقى مش بتكلم عن الجهاز الفني الجهاز الفني احتكب الحاجات دي كتير قوي كابتن حسام كان متواجد في كل البطولات اللي خدها نادي لايه فعاصر الحاجات دي فاكيد عنده الحتة دي انا بتكلم عن الجمهور بقى ما نضغطش قوي على اللعيبة لان هو اوتوماتيك عنده ثقافة ان هو محتاج يكسب اكيد انت مش هتفكره او اكيد انت مش هتخليه ياخد باله هو اوتوماتيك واخد باله فاحنا مش عايزين نضغط قوي نسيب الامور سهلة المباراة انا شايف ان شاء الله هتبقى على حسب سير المباراة هيبقى نادي الاهلي داخلي ازاي التشكيل هيبقى عامل ايه طريقة اللعب هو ده اللي هنلعب فيه لان الفرقة قوية جدا خارجها هنا واخد بطولة عربية فعندها ثقة ان هي كانت في مصر واخد بطولة عربية فدم اديها شوية ثقة يعني ومشية في الدوري هناك فالامور بالنسبة لها مستقرة احنا نادي الاهلي نفس الكلام باستثناء المباراة الاخيرة دي برضو حاجات خارجة عن ارادتنا وعن ارادة اللعب ان ضربات جزاء ده سوق تقدير حكم او او حاجة مش عايزين نتكلم في الحاجات دي عشان الناس بتفهم الكلام غلط فالمباراة كانت في صالح نادي الاهلي كان ممكن تكسب اربعة او او تلاتة كانت المباراة كان اليوم عد عادي جدا وكان نادي الاهلي تكلم الناس كلها بتتكلم عن نادي الاهلي ان هو كان مميز جدا التعليقات انا شفت تعليقات في تحاليل فنية في السيديوهات على نادي الاهلي يعني استفزتني بصراحة وانا زيك او يعني او والله وانا زيك انا استفزتني جدا بس اقولك الى حاجة من الحاجات اللي عايزة تكلم فيها استكوزة بعيدة عن اللي احنا مش عايزة اخرج عن الترجع عشان افرق يا اهلي ده عنواننا في الحلقات كلها اللي جاية لكن عايزة اكلمك في حال ما تعدش تصدر لثقافة عشرين سنة تخليني احفظها وانا مجبر لنا اسمعها وبالعافية يعني على سبيل المثال هل لو الاهلي كسب المباراة باي نتيجة بعيدة عن الزلم كان هيبقى نفس الكلام لا طبعا انا بسألكم كلام اتغاية يبقى خلاص يبقى تكلمني فني فقط في الموضوع خشيني في الموضوع ما تعودش بقى تمسكني الاهلي كان وحش احنا عارفين الاهلي دخل مباراة متأخر جدا اهو فنيا واحنا عقل قناة الاهلي بيقولون كده دخل مباراة متأخر كان فيه وقت من الوقت محتاجين نلغط لما عادت عمل الشوت التاني كله كده طبعا انا ممكن اعلق على نفس الكلام طيب انهارده لما انا بقول النادي الاهلي وحش او سيء صح كده يبقى بالتبعية الفرقة الخسم اللي قدامك عمل كورة كويسة او عمل او كان بين الاترى طبعا معناه اكتر لو ما حصلش فين النادي الاهلي وحش يعني الكلام ما انا عايز الكلام يبقى ايه عقلاني او موزوني بمعنى ايه النادي الاهلي سيء في اجزاء في المباراة يبقى معناها ان القسم متفوق صح كده هو الخسم مش متفوق اصلا يعني هو اصلا مفيش تلات اربع انا بتكلم ان فيه تلات اهاتلي في المباراة كلها من ساعة ما بدأت لحد ان خلصنا المباراة خلصت تلات اربع نقلاتلي في رئية الجيش مسلا مش موجودة صح وانا بنكلم الاهلي كده سيء او 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 احنا احنا طموحنا اكبر من كده بس الفكرة كلها ان برضو الخسم عاملش اي حاجة ايه جمل اللي اتعملت ايه الحركة الاعتماد على ناتيكة المباراة اكتر من الفنيات اللي انا شايف بزبط بزبط وانا كنت زاك بزاك بزاك كنت عايز تقول حال انا كنت عايز اتكلم في نفس النقطة دي انا شايف ان المباراة بتاعت الجيش مش عايز اقول فيها كابتن عصام يعني وانتاه النهارده بتحكم مباراة دايما بتلو مباراة مشدودة يعني دايما مبارات الجيش مباراة النادي الاهلي بيبقى فيها شد وبيبقى فيها يعني سنة ум في كده بهو فيالو كده برضو عبنال اعفا انتاه فانتاه النهارده عندك مدش وكبداية وكان في بعض المشاكل وكان في بعض الكلام في الحتة التحكمية في الموسم اللي فات consequences فانا نهارده عايز ابدأ ان انا عايز اقول ليك . بالزيبط كده نادي الأهلي كمان أنت النهاردة بيلعب نادي الأهلي أنا مش بكلم نادي الأهلي لأن أنا بنتمي للنادي الأهلي لا أنا بكلم على بطل الدوري أنا النهاردة كبطل دوري يهمني المباراة أنا عايز أطمن جماهيري عايز أخذ ثلاثة بونت عايز أطمن على الصفقات عندي مباراة تراجع مباراة مهمة يهمني أن أخرج من ماتش كسبان أنا مش فارق معي حتة أن أنا أدائي أنا مقتنع أنا كراجل أنا كحد بالنادي الأهلي أنا مقتنع بالأداء حتة النتيجة خارجة من الفنيات أنا ما بتكلمش بفنيات خالص يعني مش ما بدأنا أن احنا نتكلم بفنيات في نادي الأهلي أنا النهاردة بلعب مباراة فيها أربع أخطاء يعني فيها أربع قرارات فيها أخطاء وارد يحصل الكلام ده في أي مباراة وده طبيعي جداً أنا أتقبله لكن هل من المنطقي أن الأربع أخطاء يبقوا ضدي ده اللي مش منطقي صعب أهل أه ده بالزبط أن أنا بتكلم فيه أربع أخطاء يبقوا ضدي ده اللي مش مقبول. وده اللي انا المفروض ان انا بتكلم فيه. ومش معنى ان انا بتكلم فيه ان هو احنا ناخده كشكل اعتراض. انا مش بعترض هنا. ولكن انا كل كلامي في حاجة. من موضوع اوه اوه. صعب اوه. بالضبط كده. انا بتكلم النهاردة لو فيه غلطة. اه فيه غلطة هنا فيه غلطة هنا. لكن لما يكون اربع اخطاء. وبرضة انا مش بتكلم ان هم متعمدين. قدم انا بلوم ان انا شايف ان المباراة. يعني اعلى من الحاكم اللي كان موجود. بس ده انا بوجه نظر يعني. اه طيب. عايز اتكلم معاكم بقى كلا عبت كورة ولعبت في النادي الاهلي. ونتكلم على فكرة مهمة للماتش الترجي هو شوتين. مش شوت واحد. انا ما عدش نركز مبارا واحدة. وده مهم جدا انه واحد جماهير فيه. اللي هو شوتين. بزبط. عندنا مثال حي اللي جا في دماغي دلوقتي مباراة الصفاكس. تعالينا واحد احباط من الناس كلها. اعدنا الوقت كله لغات المباراة التانية الناس كلها عملة تقول خلاص البطولة راحت البطولة راحت. ما يعرفوش الحافز اللي كان عند اللعيبة والاعدات اللي اتعملت والتنسيق اللي اتعمل والخطة اللي اتعملت بمشاركة جاز الفني شارك معا اللعيبة. وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سيناريو كان موجود. ربنا وفق وكسبت. فهي نفس الفكرة. بتقابل الترجي. فريق قوي فريق كبير لكن المباراة شوتين. بالزبط كده. احنا عندنا فيه هنا عندنا المباراة. طبعا انا باكد على كلام كابتل ردو ان النادي النادي الاهلي ما عندوش مبدأ ان احنا بتريد نتكلم في احنا هنا عايزين نخلص الموضوع من بدري. عايزين نجيب جنين. عايزين نجيب تلاتة. طبعا الكلام دوت كلام تقليدي. ان انا مثلا انتم ما تسألني فاقولك الطبيعي ان احنا عايزين نكسب هنا عشان نخلص منه. ده مش مش ده ما بدأنا يعني. إحنا النهاردة عندنا مباراة. المباراة دي إنت بتلعب فرقة. الفرقة زي برده مع الكابتر ده هي خارجة من بطولة عربية. الحالة النفسية أعلى. المكافأة اللي خارجة من البطولة نفسها ممكن تكون عملت صفقات. ممكن. إحنا طبعاً إحنا مش متابعين بالشكل إنهم عملوا إيه في الصفقات. بس أكيد الصفقات دي أضافت للفرقة. فأكيد الفرقة في حالة معنوية كويسة. آآ أنا بالنسبة لي كنادي أهلي. ما بيهمنيش كل ده. أنا عندي الدفع بتاعي. أنا على طول بلعب على بطولة. نادي الأهلي بيلعب في الدوري. بيأخد الثلاثة بنت عشان خاطر يخد الدوري. مش عشان خاطر يكون متواجد في الدوري. وبيأخد الدوري عشان يكون متواجد في بطولة أفريقيا. بيخش بطولة أفريقيا ما بيخش بطولة أفريقيا عشان مجرد أنه بيمثل مصر قد هو بيلعب على بطولة أفريقيا عشان يكون من هنا. وشايف ان مش من الطبيعي الجماهير بعد كل الفترة اللي هي شافتها دي وشافت ان احنا مكملين لاخر ثانية في كل المباريات. ان يبقى في حتة الاستعجال. اه معلش انا هروح للمنطقة تانية برضو من ناحية الجماهير. يعني انا برضو اه حتة تقنين الجماهير في المباراة نفسها. ده برضو انا ليه عليه يعني تعليق. اه لان المباراة مش خاصة بالنادي الاهلي. اه. انا بتكلم هنا ان المباراة مش خاصة بالنادي الاهلي. يعني مش. اه بالزبط كده. انت النهاردة بتتكلم تقريبا عشرين الف تقريبا اه. اه عشرين الف ده كانوا بيروحوا في تمرين في النادي الاهلي. اه. النهاردة انا عندي مباراة. المباراة دي بيتمثل مصر. انا ممكن ان عشرين الف ده يكون من من فصيل تاني غير النادي الاهلي. يعني ممكن يكون الناس فيه جماهير متواجدة في المباراة دي. ما لهاش حراكة بالنادي الاهلي. طب هو فين النادي الاهلي? عشان الشعبية والجماهيرية كبيرة جدا في كل المنطقة. بالزبط كده. فانا النهاردة بتكلم اذا كانت الموضوع من ناحية الامنية. ده برضو جزء من الاستقرار. ودي مؤسسة من ضمن المؤسسات اللي موجودة في البلد. بس دي مؤسسة جماهيرية كبيرة. فانا شايف ان لو مش هيبقى عيب على الامن. انا شايف لا احنا محتاجين. يعني انا النهاردة كلاعب في الناجي الاهلي. لا انا محتاج اشوف كل الجماهير دي موجودة معا في المنعب. مش محتاج الجماهير دي مش هتنقل لي الجماهير دي من الشاشات. فانا شايف ان هي لو فيها. لا انا بطلقى عايز الجماهير يتبقى موجودة في يعني انا عايز الجماهير يتبقى موجودة في الاستقرار. طبعا انا متفق معاك ودي قضيتة وبنتكلم في كل دوت اللي اتقال اكتر مليون تصريح اللي الجماهير خلاص هترجع والسنة ما فيش. خصوصا اللي الشكل كان اكثر من رعفة من مباراة اوغندا. وشفنا الناس موجودة وشوفنا الجماهير داخلت ستين الف والحمد لله ما فيش اي مشكلة والاهل بيلعب باسمه مصر. وهو ده اللي عمليين نقوله. هيقولك بالسرعة. مش عايزيني. حتى دي ممنوع كمان نقولها. رضا عايز اكلمك في نقطة آآ مهمة جدا. آآ عايز اكلمك على التصرحات اللي احنا تعلم لها من المدير الفنيين. يعني لما تتكلم على تصرحات الكابتن حسام البدري. كلها. بحترم فريق التراجي فريق كبير معه مدرب محترم. آآ وده معناها اللي انت عامل حساب للفريق وبتحترم الخصم. فدايما اللي بحترم الخصم بقام ذاكره. يبقى يقدر يعمل معك. على عكس ما واحد يصرح تصريح. آآ الاهلي مش هو. الاهلي مش ده. شوفنا كده بافريقيا وتلاقيه خسرة اربعة. متفق معالي التصرحات بتفرق المتزم. آآ لاصل التصرحات المتزمة بتفرق قوي مع فريقك انت. يعني مع مع معي انا اكتر. ان انت بتوصل لفريقتي ان انا آآ انا نفسي وكان مدير فني مهتم بالمباراة. انا بحترم الخصم قوي وبتكلم دايما عليه بطلاقة كويسة وعمل حسابه قوي. فانت اوتوماتيك بترجع للعيبة اللي معيك لانه دول الصف بتاعك. ده وانا شفت المدرب بتاعي بيستهزب بالفرق بالخصم بتاعي. انا اوتوماتيك ده دور المدرب بس. يا جماعة هي الناس فهمة ان دور المدرب ملعب بس. لا خالص. ده في حاجات كتيرة قوي برة مهمة جدا. دي حيات. ودي اللي كان بنتكلم على مستلمان لما كان بيعملها كان بيعملها حلوة قوي. بيعرف يعملها. اهو كان زاكف دي. فدي كانت بتفرق معنا كلنا. يا الفكرة كلها ان انت ازاي توصل ان اللعيب ده يوصل لمية في المية. مية في المية ده مش تمرين بس. جزء التمرين انا شايف ان التمرين في مصر لا يتعدد تلاتين في المية. في سبعين في المية حالة نفسية. بس هقول لك على حاجة يا رضا واستكوزة اكيد هيأكد لك اللي انا بقوله. تخلي في حداشر او اتناشر او تلاتاشر او اربعتاشر لعب يتحرك فيه. عشان اثبت اللي كلامك صح للسادة المشاهدين. واستكوزة كمان شاهد وما جده انت اكيد عارب. فكل مطش يجي لك الاحساس اللي انت رايح مش عارف انت في التشكيل ولا لأ وبتلعب. بالزبع. والمطش اللي بعده يتقول. نفسك. هو يطلعني برك. هو بيعمل جاي. فتلاقي نفسك بتلعب. وفي الاخر اللي كان بيعمله ده ده هو بيستنفس بيطلع مني. ليعمل حالة تنفسية على طول موجودة في الملعب. على طول في التمرين في حالة تنفسية. انا مطش زي مالك كان مطش اربعة اتنين. انا مطش اربعة اتنين كنت دايما اعرف ان دايما للعيبي الجديد ما بيخشش مبارات كمة. يعني نادرا ما بيخش مبارات كمة لان مبارات كمة دايما بيبقى عايزي لعيب بخبرة لحسابات تانية. فانا لما جيت اتقال اسمي في المعسكر فانا ما روحت المعسكر. اتقال اسمي في التمنتاشر فانا نزلت على قط الليبس وعمستغرب اول في التمنتاشر فلاقيت نفسي بادئ. فهو بيقول اسمي في التشكيل لانا قاعد كده. اختر واحد فرح الكابتن عمد اليمان. الكابتن عمد اليمان فرح الكابتن عمد اليمان بادري كان قاعد في شي فانا اول لما سمعت الاسم ومتبصص له. فهو عايز يقول لي. بيعمل لي كده. ايوة حصل. ايوة حصل. فانا بصت له بسطة وانت ما قلت ليش ليه. فانا نازل طبعا مش يعني مش مركز لانا. بس طبعا في النادي الاهلي انت خلاص انت في ثانية اتنقلت لانك انت طول الفترة دي. ام. متهيأ في لحزة ما يلا انا جاهز. ام. فطبعا وكانت من المبارات الكويسة اللي انا عملتها في. طب احستا ازنكم نروح نشوف معانا الجماهير النادي الاهلي قالت ايه عن مبارات الترجي. وارجع كامل حواري مع نجوم. النهار ده كابتن رضا شحاتة وكابتن احمد حسن استفرس. موسيقى ام. موسيقى 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 والترجي بالنسبة لي أنا شايف أن دي وش السعد علينا أتمنى من اللعبة والجهاز الفني أنهم يركزوا دلوقتي وإن شاء الله عشان نكسب ويركزوا في العودة عشان نكسب برضه وربنا يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يقدروا حقايا نتيجة أجابية في ناطش الزهاب تريحهم في ناطش العودة في تونس فيرقة قوية لكن نادي الأهلي طبعا يعني نادي معروف بعمده لعيبة إمكانياتها عالية جدا وجهاز فني قوي جدا ونقدر إن شاء الله نستغل للجمهور اللي هيبقى معنا في الإستاد معامل مؤثر جدا وطبعا عارفين جمهور الأهلي جمهور مختلفة ويقدر إن هو يحافظ اللعيبة أهلا وأنا والفقر لي أنا نادي القرن في القرى وأنا دي وأعيش وأموت وأفضل عشانه وهو وفور دايما مكانه برحب بحضراتكم الجديد نواصل حوارنا مع نجومنا ونجوم من نادي الأهلي كابتن رضا شحاتا وكابتن أحمد حسن استكوزة استكوزة وأنت بتشوف التقرير كنت موسوط قوي من شكل الجمير قلت لي لو المنظر كده هيفرم عن دي لعبة إحنا عاديين في الستودية إحنا جسمنا أشعر يعني إحنا لما الإحساس ده يتنقل للعيبة في الملعب مش عايز أقول إن النادي الأهلي محتاج جمهورة عشان خاطر يحس بالمسئولية أو علشان خاطر يحس بالدوافع للمباراة بس أنا بتكلم إن لا إحنا كنا لعيبة موجودين في الملعب وده كان بيفرم معنا كتير ده بيدي دفع في الملعب حماسي يعني مش عارف يعني ومش منقول ممكن الناس مش فهم دوت بيعمل إيه مع لعيبة القرى بس لا يتفرجوا على متشاط زي متشاط الصفاكس فرجوا المتشاط اللي هي بتحصل بتبقى الآخر ثانية أنت بتاخد الباور ده من مين انت بتاخد الباور ده من الجماهير انت مين اللي بيديلك الثقة في الملعب اللي بيديلك الثقة الجماهير اللي بيحسسك بالمسؤولية يوم يعني ما بتقل عندك شوية في الملعب الجماهير فغيابها أو إن هي تبقى بالدول بالعدد ده طبعا لا ما جزء من تاريخ النادي الأهلي الكبير أو جزء كبير جماهيره ولحظة العقاب اللي هي جوه الملعب آرده دي مهم إنه النهاردة بعمل ميز باصر الأولاني التاني هو فوقك على طول الزوم اللي بتتعامل ممكن نستقوزها يشرحها الزوم بتاعت الجماهير ايه؟ لا عايزة اسمحها تاني تاني بتخليك تركز أكتر لأنه العقاب السريع اللي من الجماهير بيخليك طول الوقت برافو عليك وده نقطة مهمة جدا هو احنا ده في نقطة تانية كمان نحنا بنتكلم في النهاردة إن انت بيفوقك هو بيضغط على الخصم فالنهاردة هو بعمل حاجتين هو بيوصلك يفوقك طول الوقت تبقى وصل 100% وبيضغط على الخصم بتاعك بينزله 20 أو 30% من الضغطة دي اللي هو تنقل 3-4 نقلات واستحواز الاستحواز مع سقفة مجمهور الفرقة اللي قدامك دي خلاص شكر طوع نفسي فده عوامل المساعدة من نادي الأهل هو الفرق بالنادي جماهيري ونادي عادي وإيه الفرق؟ هو جمهوره بس نادي الأهل بطولاته كلها أنا شايف بنسبة 70% جمهور أساسي نادي الأهل أنا شايف إن الفترة دي اللعيبة دي مظلومة جدا معهاش السلاح دا فالسلاح دا واقع مني فالنهار دا أنا برضو يعني أنا بعذر الجيل دا لأنه هو السلاح دا واقع مني وده سلاح مهم جدا انت النهار دا بتكلم لعيبة ما كانش عندها السلاح اللي كان معنا زمان السلاح دا كان بتاعنا احنا كنا منستغله هم دلوقتي مش مستغلين في حاجة نادي الألي حقق بطولة الكاس تلاتين واحد في المدرد من جمهوري نادي الأهل تلاتين واحد تاخد البطولة ورح ياخد الكاس ورح تلاتين واحد تلاتين ما فيش حد بيدخل غير التلاتين اللي محطوطين في الكاشف انت فيه سلاح في النادي الأهلي نقص وسلاح مهم جدا ليه كدافع وضغط على الخصم معاك فانت فاقت كتير جدا من الإمكانياتك كنادي أهلي فده حاجة مهمة جدا ونتمنى أن الأمور تبقى كده وبرضو بالناشط الجمهور إن ما ينفعش إن أنا أنصق في أي حاجة غلط صح إحنا بقى يعني إحنا دورنا بقى يا جماعة فيه أوقات كتيرة جدا الناس بتدخل بتكلم في العموم بقى مش جمهور النادي الأهلي في أي جمهور بيدخل بيعمل مشكلة أو اتنين هي إيه الفكرة في المشكلة حتى لو فيه حد عايز يعمل مشكلة كابتن شادي لو إحنا عشرة موجودين في ما كان فيه في العشرة دول اتنين عايزين يعملوا مشكلة التمانية لازم يمنعوه إحنا دورنا بقى لالتزام عشان تساعدنا اللي كمان نرجع جمهور بسرعة بالزبط كده فده حاجة مهمة يعني في النقاش ده يعني طيب استقوزة رسالة لكابتن حسام البدري واللعبين هتقول لهم إيه النهارة والله يا كابتشادي بص النادي الأهلي دايما لما بتيجي تتكلم على مطشط زي دي أو بتيجي توجه رسالة يعني للأسف ما بيبقاش عندك كلام لأنه هم حاسين بالمسئولية لأنه احنا كنا متوجدين في المكان ده وعارفين أنه هم يعني حاسين بالمسئولية مش قادرين نقول كلام اللي هو جماعة شدوا حيالك اللي هو بعض الناس طبعا من الجماهير اللي هي كانت لسه بتتكلم دلوقتي شدوا حيالك ونخلي بالنا وكل كلام ده لأن النادي الأهلي هو على يعني على قدر الحدث هو عارف المباراة النادي الأهلي كله مباراة بالنسبة له بطولة الفريق الترجي بالنسبة للنادي الأهلي مباراة أنا عايز منها التلاتة بونت عايزة تطمن بيها من هنا أكتر يعني أنا عايزة تطمن هنا زي ما أنت قلتها كابتشاري أنه هو شوت أول وشوت تاني أنا عايزة تطمن من الشوت الأول وهو نفس الكلام اللي احنا كنا نتكلم فيه جماهير في وسط جماهيري اللي هي اللي هي بتديني الدافع وإذا كان قالل شوية فالنادي الأهلي أو لعيبة نادي الأهلي كابتن حسام البدري وصل له غير العشرين ألف ده عارف أنه فيه ملايين تاني موجودين معاه فأنا بقول النادي الأهلي عندهم الدافع وكابتن رضا برضو عايزة أسمع منك رسالة بإحساس الجمهور مش برضا كمان اللعب اللي هو منتمل للنادي الأهلي رسالة الجهاز الفني اللاعبين كمان رسالة أخرى لجماهير النادي الأهلي اللي هي تبقى بموجودة في المباراة رسالتي لكابتن حسام ولعيبة النادي الأهلي لازم يبقوا عارفين أنتوا ولعيبة النادي الأهلي يعني إيه لعيبة النادي الأهلي لما النادي الأهلي قرر أنه يجيب لعيب في النادي الأهلي جاي بلاعيب مواصفات خاصة عشان يقدر يشيل اسم النادي وهم كده كده عارفين اللي احنا بنقوله ده بس احنا بنتكلم ان احنا بنصق فيه جدا كالعيبة نادي اهلي كابتن حسين البدري انت ماسك نادي الاهلي يعني انت احسن مدرب في مصر فاحنا لما بننتقد او بنقول ان فيه حاجة نقصة مش بننتقد كابتن حسين بس احنا عارفين ان انت حد زقيمة كبيرة جدا وماسك نادي كبير جدا فاحنا دايما بيبقى بنطمح بحاجة اعلى انتوا لعبة على قد المسئولية جهاز فني على اعلى مستوى فمنتظرين البطولة دي لان البطولة دي بقى لها كتير او غايب عننا فدي مهمة جدا بالنسبة لنا ودي ما فيهاش نقاش يعني ما فيهاش نقاش زي ما بنقول يعني كابتن حسين بقى يستحملنا واللعابة تستحملنا لحد ما ناخد البطولة دي تاين جمهور نادي الاهلي احنا بيعمل العليجي زيادة ودايما في ظهرنا ودايما مساند النادي الاهلي فانا شايف ان انا مش هقدر اقول له حاجة غيرنا الناس اللي بتاين بقى متواجدة تبقى على قد المسئولية عشان نقدر بعد كده نتكلم ان الجمهور يبقى موجود يبقى العدد يزيد يدونا خيط كده نقدر نمسك فيه ونقول لا احنا فيه جمهور دخل وما كانش فيه مشكلة فدي حاجات مهمة جدا وحاجات صغيرة بس مهمة جدا الوقت جري معاكو بسرعة جدا استكوزة شرفتني ونورتني وانا كمان لما بتغيب شوية كده وبسعيد ودي حاجة من اللي بتعجبني في البردامج الزميلك العشرة العمر وعشرة البطلات بيبقوا موجودين انا ببقى مستمت على ما بشوفكم وبفتكر ذكريات ممكن ما قدرتش اتكلم فيها النهاردة بس بفتكر حاجات كتير حصلت مع بعض وكنت اتمنى في القعدة دي بالذات يبقى موجود معتزقين وفي النهار سكر حيفرق معنا كانت بقى مصرحية استكوزة مبسوط اللي انت موجود في قناة النادي القلي شرفتني ونورتني واتمنى لك التوفيق في شغلك كمدرب لان شاء الله تبقى مدرب واعد ان استفيد منك ان شاء الله ربنا خليك انا مبسوط طبعا الموجود في بيتي وكنت مبسوط معك قوي واتمنى الحلقة ان ايه الناس تبقى حسها جميلة زي ما احنا ببسطنا فيها جزء مش مبسوط معي مبسوط مع شاري بس ما هو لسه كنت اكامل ايو اقول مبسوط كدا مع كابتل رضا لان انا كان بقى لي فترة فعلا ما شفتوش فترة جميلة بقى لي 8 ساعات ما شفتوش كمان كابتل رضا شحاتها واحد من نجوم النادي الاهلي ليك مطش مهم في تاريخ النادي الاهلي كنت موجود فيه ليك بطولات افريقيا موجود كمان كلامك عن النادي الاهلي دايما انا بتابعك حاجة بجد مشرفة بس انا اكتشفت حاجة فيك اللي انت بتتكلم بعد اما خلصت كورة احلب كتير جدا وانت لعب كورة صح او لاي صح عندك حق انا شوية الفلاح عقليك انا فت بس بس انا والله بامانة انا سعيد جدا انا مع اتنين قريبين مني جدا ولعبت معهم في الملعف دي احساس حلو قوي الشخصيات القريبة مني جدا وانا بحبك جدا يا شادي وبحب اراءك والكابتين احمد حسن طبعا حبيب لا مش عايز اقولك ازدكوزة بقى احنا ايه يعني تقريبا عايشين مع بعض فترة اللي باتت دي ومن الناس المحترمة جدا ومن الناس القريبة جدا لقلبي يعني وهو مش شخصيات طيبة جدا يعني فانا بقى سعيد جدا معايا ومعاك ودائما متجمعين كده في ريتنا في النادي الاهل شادي شرفتني ونورتني قريبا يا كابتن شادي ده كان حوار مع اتنين من نجوم النادي الاهل كابتن رضا شحاتا وكابتن احمد حسن استكوزة وزي ما قلتلكم ولاد النادي الاهلي كتير ولاد النادي الاهلي اللي حقوا بطولات كتير وكمان مش الجيل الحالي ولا الصابق ولا على مدار التاريخ كل الاجياء اللي حققت بطولاته حققت انجازات لازم طول الوقت ده واجب علينا لكل نجوم الاهلي بموجودين معانا بأكد مرة تانية مباراة التراجي مباراة مهمة جدا بنصق في الجهاز الفني واللعبين في المواتشات المهمة وعلى قدر المسؤولين عارف انا بقول ايه كويس عايزين نشوف التلات حاجات هنأكد النهاردة وبكرة وبعض وكل يوم الغاية يوم المباراة روح الفنلة الحامرة الدغطة على الخصم الكورة المشتركة الالتزام بتعليمات الكابتن حسام الفنية داخل الملعب لما بنلاقي الحاجات دي بنبعدين واحنا بنتفرج اللي بقى موجود في البيت اللي بقى موجود في المدرج بيبقى واسق ثقة كبيرة جدا في نجوم النادي الان ربنا يوفقنا ونقدر نحقق في الشوت الاول امام الترجي نتيجة التسعة كل الاهلوية ومننساش اللي فيه كمان شوت تاني كلمنا في امور كتير جدا مع الكابتن في عصام عبد الفتاح في بداية الحلقة اتمنى ياخد لدي نصيحة لكن في الاول في الاخر بنحترمك بنقدرك لكن في نفس الوقت بنخاف على الاهلي ونخاف على مصلحة النادي الاهلي طالما في الحق في نهاية حلقتي باشكر كل فريق العمل مخرج البرنامج كل الناس سيدة المصورين باعتزلهم على التأخير وحقتم زي كل يوم المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي وتصبحوا على الف خير